من بطنك. أحسنت علي أنت في توقعات اللي نزلوها السوشيال ميديا تكلمت أن الأول هو دحام الضحيك الثاني حسن العجمي الثالث على العمري الرابع أو نجم الجمهور. لا نجم الجمهور حسن العجمي يعني حسن العجم يأخذ مركز الثاني ونجم الجمهور صح هل أنت سؤالين وبغيرك تختصر لو سمحت سؤالي السؤال الأول هل أنت لازل ثابت على نفس التوقعات السؤال الثاني. لماذا هذه التوقعات وبناء على إيش بنيتها أنا أتوقع ما زلت أنتوقع أنه الأول دحام الثاني حسن الثالث علي العمري باختلاف أنه ممكن يكون علي أو حاتم الفريدي نجم الجمهور حسن العجمي ليش قلت دحام لأنه ممكن يكون منافس دحام ترى الثالث بين علي والحاتم وفي برضه كذلك صقر منافس هنم محدودين على ثلاث مراكز نذكرها لكن نجينا نفصل تفصيليا ترى دحام حسن منافسين على الأول ليش أرصدتهم جيدة المادي ممكن يكونوا متواسعين فيه أو متساوين فيه أو يقدروا يوصلون فيه المركز الأول الثاني أحدهم برضه كذلك منافس فيه الثالث منافس فيه ثلاثة أشخاص وما أقدر أقولها في التوقعات أقولها الآن الذي هو صقر وحاتم وعلي العمري ثلاث أرصده وكذلك منافسين برضه لماذا توقعت علي علي أصلا توقع الثالثة نحاطة ومن أول توقع علي علي رصيد عالي رصيد علي علي أعلم صقر صقر خصم عليه عن تركي دوسري خصم عليه فيه أكثر مرة تذكر تهريب بعض المواد الغذائية وتهريب بعض الأشياء لداخل أسوار القرية صقر حصل على بعض الخصومات علي وحاتم وما حصل وكمهم ممكن برضو يكونوا الثالث أقرب لهم في وصول مركز الثالث أما على الجماهير أو نجم الجمهور حسن عجمي أنا ما عندي مشكلة في نجم الجمهور أو كذا أنا السؤال إذا بنتقل لأخوي محمد أبغى نجم ريالتي هذا الجائزة الوحيدة اللي ممكن نستندها تضرح مرحلة بنوصل لها أبو سالم أنت توقع التوقعات أنا ما بسألك عن توقعاتك لو كانت المسألة بالرأي يعني وبالإنصاف في وجهة نظرك من يستحق المركز الأول والثاني والثالث ومن هو نجم الجمهور أداءً أداءً ما في نسبة تصويت يجهز للأسماع هذه تقول نقاط البرنامج مثلا مية بالمية ما في نسبة تصويت يا حبيبي تركني من المخالفات تركني من التصويت ترك هذا الرجل على أداء بعيد عن مخالفات يستحق المركز الأول يستحق المركز الأول من وجهة نظر يعني مخالفات صفر تكاد تكون صفر يعني رجال حاضر أغلب البث الرجال ما دخل ولا برايم يعني هذا الرجال اللي تعطين مركز الأول في حال ما عاداً ما في تصويت علي العمري علي العمري قولاً واحدة رغم واحدة أنت على أي ساس تحط شو المعايير اللي عندك قلت لك الرجال ما عليه خصومات تذكر الرجال ما دخل برايم ولا مرة ما شرف عتب الابرايم الرجال حضوره كان جميل جداً مركز الثاني حاتم حاتم أداءً 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 ثالث ثالث المشكلة في أسائل من الأوجين نحسبها ولقد أعرض حاتم ترى حصل على المطبخ مرتين أو المطعم مرتين ودخل آخر برايم يعني ما حصل على أي مطعم ما دخل برايم ترى هذه اللي ممكن تقول هو فارق معه في المشتريات المتجار ولا ما فارق معه أبني الاسمين أنت اللي هي عشان أخذ من الثالث من يستحق الأول كنقاطاً كأداء أداء مئة بالمئة أداء مئة بالمئة أداء مئة بالمئة في وجهة نظرك هذا يشوف أن انضباط أن تشوف أن ريالتي أداء الأداء ترى كلمة شاملة أي ممكن ريالتي ممكن فقرات ممكن نقاط أبغى كلمة شاملة كلمة شاملة أنا أرى الأول يكون حاتم الثاني دحام الثالث علي الأمري ترى دحام حتى وإن كان الثالث من المسالم المركز الثالث أنت قلت الأول علي الثاني حاتم الثالث من الثالث مشاعد الجاهل نجم الجمهور الأكثر جماهيرية في وجهة نظرك في زد رصيدك تسعة الأكثر جماهيرية والله الأمانة أنا ما طلعت على لقطة الأرقام عشان أقول لك أن ه لأهمي أمانة ما أدري هل هو من الإهتمام الثالث هدلان حسن واحد نجم الجمهور الحقيقي في وجهة نظر الحقيقي في وجهة نظر بندر المطيري يقول أنه هو نجم الجمهور الآن تضعت تفسر إن البنية فاسلا ابن هدلان خرج اليوم 45 باستبعاد من صاحب القرار ترك الدوسي صحيح ينافس على نجم الجمهور كيف تشوف هذه وعديتها انت الآن من الثلاثة في صحيح انا قاعد اشوف يعني انا ادخل في المنصات ادخل في تيك توك ادخل في توترة اتمر علي كيف الآن انت خارج اليوم 45 ولا زل تنافس على هذا المركز يا اخي ما هي المعطيات التي خلتها كذا ترى الجمهور حظوى بزك رزق من الله يعني أعني على الصعيد في الشاشة قلتها قلت أنا يا اخي فيصل ابن هدلان لا احب اشوفه على الشاشة قالو بس بيني و بيني على صعيد الشخصي يقعد و ياو تكلم من ناحية النية انا لا احب اشوفه على الشاشة من ناحية بالنية الله جال عنده جمهور الله يوفقه ويرزقه انا ما سساوي فاهم النقطة هاذي هي هي حظ من الله ورزق من الله سبحان و تعالى وتوبك بالله ما تشوف فيه معطيات أيضاً هل هي رزق محظ يعني؟ المعطيات اللي شوفها الجمهور أنا ما شوفها أنا لين مثلاً أقول لك ما متقبل فيصل إدلان الجمهور شون تقبله؟ أي بس كلامك صح المعطيات هي دائماً في كل برامج واقع هي ثلاث ركازة أساسية أولاً الطريقة في التعامل مع الزملاء ترى موقف معين ممكن يخسر كل شيء ربما أنك تمتلك كارزما وتمتلك حضور تمتلك قصيد تمتلك تمتلك لكن موقف معين هو اللي خسر كل الألية فكرة الموقف مثلاً أني والله كنت بطريقة مثلاً غير جيدة تلفظت أو سببت مشكلة على أحد الزملاء ربما أني يمتلك كارزما وحضور وشاعر ومو يشدوا وكل هذه الأشياء لكن الموقف هذا هو اللي خلاني إيش تاخذ ستوب هو اللي خلاني داون قدام الجمهور فهي أوامل كثيرة حضور كارزما طريقة تعامل كل هذه الأشياء ممكن تكسب سواء حتى برامج أو غير حتى لو كنت شخص في مواقع التواصل الاجتماعي يعني في كل هذه الأشياء متعامل معك طيب الآن التصويت على أشده حسن العجمي داخل دخول مضلي وكأنه يقول هذا أوان الشد فاشتدي زيم تشوف آخر تحديث باقي ساعة تقريباً إحنا لا إحنا بنروح لعلي الجعيدي وبنرجع معلي الجعيدي معنا يا أخوان علي الجعيدي معنا شباب في الكنترول علي جاهز تقولون العلي ولا نستمر في محورنا طيب نزل نزول مضلي نبغى نأخذ إحصائيات إذا كانت عندك آخر ساعة بعد أن تلاقش فيها بعد آخر تحديث بالنسبة للمراكز كذلك لنجم الجمهور شوف آخر تحديث يا أبو محمد خلك معي ثواني هنا طيب بسم الله آخر تحديث المراكز كان عندنا حسن العجمي ستة واربعين بالمئة وعندنا دحام تسع وعشرين بالمئة تمام علي العملي تسع بالمئة تمام والله علي علي وحسين وحاتم وصقر الأربعة كل مقاربين على صعيد وعليش بعلم تسعة سبعة ثلاث ثلاثة النسب تسعة سبعة ثلاث ثلاثة الخلاف أو الاختلاف في الأول والثاني هل هذه المراكز يوم يقول المراكز هل هي نسبة التصويت ولا المراكز التصويت المراكز الاربعين بالمئة الآن عندنا أفخر الطيب وعندنا اللوحات اللي اللي أشترى منها زود في نقاطة يعني الرصيد أيضا ما ندري عنه إحنا بس نتكلم في التحديث هذا عن التصويت الاربعين بالمئة نعم حلو هذيك ما ندري عنها هي حلو حلو هذي يعني في يعني ربما تحسبهم كلهم مع نسبة تصويت مع الرصيد الموجود نحن نتقلم الآن عن نسبة يعني خلنا وضح لك على العملة الآن تسعة بالمئة الثالث حسن العجوي حسين لعبان الرابع سبعة بالمئة ربما أن النقاط حسين العجوي حسين لعبان ترفع للثالث وترجع على علي العملة تدري الذكاء أوين ليه يأخذ مركز الثاني ليه الجد رصيدك اللي فات مركز الأول ثلاثمية مركز الثاني مئة وخمسين ألف حالياً لجد رصيدك المركز الأول مئة وخمسين خاشر النصف الثاني يأخذ نين وتسعين يعني ما خسر النصف طيب 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 توقعاتكم للتصويت في آخر ساعة هل في أحد يدخل مننا مننا بنشوف في أنا أشوف أن من هناك جولة جاكو جح فلا مسموء توقع الله على الجح فلا مسموء مافي عادة الجولة تسوي جولة ثانية لا مافي مسي على سلمة ملهي بذكر جاكو حبيبي يبو ملهي حبيبي يبو ملهي سعد الله ماسائك الجح فلا موجودة أبو سهل جح فلا لازم تكون موجود طيب شوف أنا بالنسبة مثلا نجم الجمهور ما أرى أنه في يكون فيه أي تغيير لأنه فارق حسن العجمي حسن عجمي مرة عالي واحدة سبعين بالمئة مقابل المركز الثاني ثمانتعشر بالمئة فيصل هدلان. لكن لو جئنا مثلاً للمراكز المراكز ترى دحام جنب حسن العجمي ترى متقاربين هنا تسع وعشرين بالمئة وهنا ستة واربعين قرابة يمكن ستعاشة أو سبعة عشر بالمئة يعني ستعاشر نسبة لو فعلاً كان في جحفة لا توقع أنه في نسبة المراكز فأنا ما زلت على يقين دحام ممكن يقول له كلمة وصوت وجولة في آخر ساعة النجم الجمهور أنا ما زلت أقول حسن لحسن أما على المراكز وأيضاً كذلك حصول حسن العجمي أو دحام أتوقع بلا شك أن دحام حيكون لك كلمة علي الجعيدي معنا يا أخوان يا أخبا يا سعود أشغلتنا أنت مع علي الجعيدي ما هو ملازم علي الجعيدي أحمد علي الجعيدي معي يلا نقولوا علي الجعيدي يا أخوان مراسلنا علي الجعيدي ما أدري كيف صار مراسل بس أعطوهم لقي أبو عبدالله عند الباب أعطاه مايك ويمشي الأمر إن شاء الله تعالى حياك الله يا سعود علي ترجمة نانسي قنقر